تبدو الحياة لناظرها وكأنها طبيعية هنا في قلب العاصمة فلا كمامات على وجوه المارة ولا وجود لمظهر يحيب أن وباء يمر على هذه البقعة الجغرافية ويتابع حظ أرواح من فيها كاميرا تلفزيون سوريا السرية رصدت ما وصل إليه الواقع الوبائي في دمشق افتغص المستشفيات بمصابي متحور كورونا دلتا على وجه التحديد وسط بلوغ القدر الاستيعابية لهذه المشافي ذروتها في استقبال المرضى حيث يتموضعهم في ممرات إلى حين نقلهم إلى غرف العناية أو تحويلهم إلى مشافي مدينة أخرى مصادر محرية ذكرت أن كل من مشافي المواساة والمجتهد والأسد الجامعي أصبحت من الأماكن التي يتخوف الناس من دخولها حتى خوفا من ازدياد حالتهم المرضية حيث يضطرون للجوء إلى المشافي الخاصة وهناك يبلغ سعر الليلة الواحدة لمريض كورونا نحو أكثر من 120 ألف ليرة سورية هذه المعطيات تدفع بعض الأهل إلى علاج مرضاهم في منازلهم ليصطدموا بمعاناة أخرى اسمها أسطوانات الأكسجة حيث رفعت حكومة النظام سعر أسطوانات الأكسجين بنسبة 40% وفتحت معها المجال لسوق موازية لاحتكار بيعها للمحتاجين بأضعاف سعرها مدن الساحل السوري خاصة جبلة تشهد تفجرا وبائيا أكثر من أي وقت مضى في حين يقوم النظام بالتعتيم على حقيقة الكارثة صفحات محلية ومنشورات على الفيسبوك نشرت عن عائلات كاملة توفيت في المدينة بسبب الفيروس كورونا مناشدين النظام ومؤسساته الطبية للتدخل السريع وتطبيق الإجراءات اللازمة للحد من انتشاره كذلك طالب عدد من مخاتير وتجار دمشق وزارة الصحة بفرض حجر جزئي وإصدار قرارات تحث على الالتزام بالتباعد الاجتماعي واتباع أساليب الوقاية من انتشار الفيروس لكن النتيجة بلا جدوى